اه بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة السبت تلاتة فبراير عشرين اربعة عشرين مع اول سيشن آآ بازن الله انتعال ان شاء الله وحتكون بعنوان ابروتش فور ان اوبتيم هيمو داعيس قبل ما نبتدي المخاضرة انا طبعا معنا اسادزة كبار جدا هنا معنا وستاذ دكتور سعيد خميس وستاذ دكتور رحمد ظهران وستاذ دكتور عمر الحسيني وستاذ الدكتورة منال الديب وغيره من الاسادزة الموجودين الاول حسيب الميكروفون لستاذ دكتور عمر الحسيني وستاذ الدكتور سعيد خميس قبل ما نبتدي ان شاء الله المخاضر الف شكر دكتور هشام يعني i have a pleasure to introduce بروفسور احمد ظهران i know ahmad since i think i don't know almost 20 years now when he was doing his phd thesis in canada was professor ahmad he's one the best person i have ever met not only uh on the professional level but on the social level as well and he's very knowledgeable and he has done research in this area and i'm very sure that we are going to enjoy his lecture today thank you very much professor doktor سعيد شكرا دكتور الشام شكرا دكتور عمر طبعا انا بقول لحضرك حمد الله على السلامة وان شاء الله يكون ميتينج قوي كالعادة وطبعا يعني هقدم مين وعلمين كلكم اعلام كبيرة سواء اخويا الساس دكتور عمر الحسيني او حضرتك او اخويا الفاضل الدكتور الرحمد ظهران واحمد يعني لو قلت من هنا البكرة في حقه كلامش يوفي حقه صدقني يعني علما واخره كلام طبعا مش عارف اخونا الفاضل الدكتور هانيل برباني موجود معنا ولا لا طبعا ما يتخيارش عن الدكتور احمد في نفس الاخلاق والعلم وحاليا دخل اخونا الفاضل مع دكتور طارق طنطاوي استشاري امراض الكلة فيكون معاكو في المودريشن وهو احمد ظهران ولو الدكتور هانيل دخل يبقى خير وبركة كمان وان شاء الله يبقى ميتينج في فروتفول وفي وجود الاساسة الافاضل وعلى رأسها من دكتور عمر الحسين فنستسمع حضرك تبتدي المحاضرة دكتور رحمد الشام. تمام. آآ طارق طنطاوي انا مش شايفه لسه. موجود موجود. اعمل له عن ميوت بس مشكورة. هو مظاهر عندي. آآ بس يدينا بس اي هنت. يو كان يو كان موديفاي بقى بنفسر دكتور سعيد. لا لا مش موجودة في طارق يوسف ما فيش طارق طنطاوي. ندخل من شوية ويمكن خرج. طيب. نبتدي على بركة الله النهاردة. هي محاضرة مجمعة. آآ كل سلايد في المحاضرة دي يحتاج محاضرة كاملة. العدد السلايد حوالي مية وعشرين سلايد. يعني ممكن نتكلم في الدائلزز في مية وعشرين محاضرة فيه. نظرا لي الوقت احنا عنا قدها هولوستيك كده جلوبا. وحيبقى لينا بعض الوقافات مهمة فيه. الاجندة بتاعتنا هتبقى اجندة فيها اليوريميك توكسينز in general. what is the best buy markers beyond kt over v. the dialysis to ultra pure. some of the kinetic modelings. you if are you ultra filtration rate. permeability and saving coefficient with multi-dimensional approach for an optimal. هي مدعز. مش هنمشي بالترتيب لكن هنمشي ككلينيكا الوايز بالنسبة لي السيشن. وحيبقى بعض البعض السلايد علينا وقفات. الاولى. what is the mean of an optimum? تعريف الoptimum in general هو حاجة بدون سقف. so we have an adequate. we have an optimum. the optimum is the maximum you can reach. لكن ده زي ما اتفاعنا زي السماء ملوش ابعاد هو حاجة ثلاثية الابعاد وليست لها حدود. اول سؤال عن جاوب عليه. are you doing an optimum hemodialysis? يعني هل كل واحد شايف ان هوا are doing the best hemodialysis according to the scientific? according to the availability? according to the knowledge? i think the answer if we can have the questionnaire of an optimum hemodialysis many of us will will say we are not doing an optimum hemodialysis due to multi-factorial. the other questions that should be answered on the other side of the mirror of your patients are your patients are living in an optimum life? definitely 100 percent of us will say no because hemodialysis is life saving and it should be a bridging between dialysis and renal transplantation except for patients contraindicated or not fit for renal transplantation. however both questions should be answered in each nephrologist in the dialysis unit that to search on what is the optimum hemodialysis number two on the other hand your patients are living in an optimum life and quality of life or not. so let us start and we have some of these slides going to the uranic toxins and the biomarkers. the hemodialysis when started in the 60s was aiming to just for surviving some of time for patients with end-stage kidney disease by the 90s looking for the perfect equations of the kt over v and subsequently huge studies on the mortality of patients undergoing dialysis with a specific figure of kt over v and we all remember the hemo study which was uh not so nice study but very famous study but i have very criticism on it and on the future we should integrated and depersonalized approach for an optimum dialysis including nutritional biomarker optimizing residual kidney function removal of middle molecules and improving the overall quality of life and definitely the survival when saying the quality of life and surviving the landmark of dialysis is renal transplantation if i should know the optimum hemodialysis it should equal renal transplantation in both survival and quality of life which are very far as right now what is the current biomarkers are we going to have such biomarkers by a very small molecules like urea it has many advantage it's easy to measure good example of low molecular weight molecule long-standing tradition as measure of dialysis adequacy and a marker to determine membrane permeability a huge limitation because it's usually urea is not toxic but it's a marker of the small solids it's influenced by nutritional status low in case of accessory circulation while in creatinine reflects more as a biomarker residual kidney function but highly dependent on muscle mass if you are doing kt over v urea and the kt over v karyatine or uh reduction ratio there is no big difference between both in the molecular weight size is nearly equal slightly bigger karyatine because of the distribution and the membrane of the cells diffusion of solids which is called solid diffusion index the mana urea can be removed easily from red blood cells while passing the dialyzer while karyatine has lower diffusion from red blood cells and other cells by more than 20 percent than urea وبالتالي دايماً حنلاقي لو عملنا for the same patient urea karyatine reduction ratio حنلاقي في فرق حوالي 20 percent of the results beta 2 microglobulin has more advantageous of middle molecule could determine membrane permeability to middle molecules by saving or clearance recently مش هنعتمد بس على السيفنج للبيتا 2 زي ما هنيجي بعد كده وليه علاقة حتمية باليورامي التاكس ليه ها ديس ادذانتش طبعاً انها هايلي كومبارتمنتايز يعني في كتير قوي من البيتا 2 ميكو蒂جلك لأ العكس 들이 بعض الق arbitrary من لداي متى وليه وبيتم حم decompط المال من اجل ح rook سوف لكين هناك اقل من حم أن أحظو عن حل لو أن لده م 두�minded PROBBLEM عشان اوصل zaaditarian عندي مشاكل اخرى لازم تتحدد احنا لسه ما جناش ناخت laying elemu عندي مشاكل في dialysis prescription Duration dialysis priming Blood flow rate Needles position and size الدياليزات flow rate عندي مشاكل patients related like axis type الفيسيologic limitations الادرance to dialysis prescription twice or thrice, 4 hours or low البروتين intake, الكتابوليك and family involvement عندي مشاكل stuff related follow up prescription nursing, problem or priming, lack of knowledge with critical thinking skills عندي مشاكل اخرى treatment related زي lower blood flow rate patient's complications like cramps, hypotension incorrected health machines, programming dialysis time interruption and adequacy assessment even لو انا شغال على urea reduction rate فهيبقى عندي برضو single whole equilibrated كل ده بيودينا ناحية اتجاه واحد ان احنا عملينا في كثير من الأحيان in adiquacy modalities ده مش السقف بتاعنا السقف بتاعنا هو optimum لكن عشان نوصل to optimum لازم نوصل لمرحالة الادiquacy of hemodials so failure of therapy is a multifactorial process why kt over v has been criticized because it is a scaling of dialysis dose to total body water that may not be the optimal method of adjusting for body size وحنشوف ها حالا kt over v لا تمثل أي شيء غير small solids kt over v urea does not reflect control of other small solids even like phosphorus even kt over v is a poor measure of control of extra cellular fluid overload يبقى عشان نعتمد على kt over v alone حتى لو احنا عملنا bypassing المدل الملكيول a lot is missing in this parameter kt over v also does not apply to gender difference males to females يجب هتفرق body size هيفرق small sized patient غير larger sized patients لو اعتبرنا ان females and males are equal in kt over v يبقى احنا كده neglecting موضوع مهم جدا هو female distribution of v وبالتالي lower v هتدلي over estimation of kt over v as an adequacy marker in females so when doing dialysis in female we have to do a rescaling those of dialysis according to the gender if if look at this graph we see that women even with males if we consider that kt over v equivalent we find them very missed between males and females ratio and females if we have to work in the one if we have to on estimated gfr equal to females to females should have a higher kt over v by 15% to differentiate between males and females and females in adequacy dha jadwal yukul izai الفرق ما بين الجندر ميل and female الأوفر ويت من السمول سايز الالدرلي and the young هنلاقي الفرق لو أنا استعملت الكي تي اوفر في استقدمت الكي تي الون اللي هو كيليرانس أو ديالايزر باي زا تايم وين ديفايدت باي ادشنال حاجة غير الفي like body surface area أو total energy expenditures أو protein catabolic ratio هنلاقي significant difference between all of them وبالتالي لو أنا هستخدم small solids as a reference of adequacy ممكن لو استخدمت البودي surface area هيدي لي فرق كبير وحنلاقي ان الفيميلز أقل ممكن يوصل الفرق ده up to 15% of the dose محتاج ان انا ازود الفيميلز عنها في الميلز نفس الحكاية لو طبعته على over weight like 85 كيلو و small sized weight هنلاقي ان الفرق ما بين kt على kt على body surface area فرق significantly فرق ما بين up to 20% لو طبعت نفس النظام على total energy expenditures ما بين males and females ما بين also the old v over weight v small weight هنلاقي اني دايما عندي difference يبقى نمر واحد ما يصحش ابدا ان انا استخدم kt over v as a standard رقم يتطبع على both genders and both high and low weight surface area so we need more in the field of dialysis to reach the optimum we need to understand the solids kinetics the modelings and the rebound كلنا عرفين rebound اللي بيحصل في العينين لازم نفهم الvalue بتاعة الhome dialysis لازم to improve the vascular axis for hemodialysis لازم to have more randomized control trial واخد عدد كبير من العينين ممكن استخدم الintelligence artificial intelligence view we have to understand the membrane permeability وحنيجي على موضوع الmedium cut off والexpanded dialysis وفي بعض الانوفيشن حديدة حديثة وكروستوك ما بين dialysis machines والpatients circumstances like iso neutremic control and iso neutremic hemodialis اسمح لقاطعك الدكتور الشام دي واحدة بعد إذن بالنسبة للم machine أنا عارف إن هتقولها بعد كده حضرتك بالنسبة للم كنت حضرك لما لما اتنين أو ثلاثة سلايت فاتو إن الم machine لها أو التكنولوجيك لها دور في القصة دي إحنا لو تتذكر في الناس اللي هم في سننا عاشوا المأساة بتاعة non volumetric فترات طويلة وبعد كده تحول القصة إلى volumetric وده كان major أو quantum leap أو advance كبيرة في قفزة نوعية في الموضوع ده من بعد ما تحولت الماكينات لvolumetric أو كده السؤال عشان الشباب بس ما عاشوش هما قصة non volumetric قبل كده هل في مرحلة اللي احنا فيها دي اللي ما زالت مستمرة لحد الآن بتفرق عشان ما يجلو تجيلو ذاتهم بس مركت كذا من مركت كذا في أنا مريش دعا بالconvenience في بتاع داريس ده السؤال سؤال مهم جدا طبعا هي أكتر من هاردوير يعني هدي لك هي مدارس ماشينز هي هي ممكن واحد يعمل واحد يعمل وإذا ماشينز ممكن استخدم بس يدي الاتنين مختلفين صحيح عندنا وده المشكلة في على دايما بتيجي في الآخر تقول طبعا فرع في بعض الناس وفرع في بعض الناس حتى في الكونفانس البرامترز مختلفة جدا البيشنز مختلفة وبالتالي الابريتورز الدكتور عشان يوصل لازم نحتاج ان هو يوصل لكل عيان انديفديوليز ما يمينيش نوع لكن يميني اديشنل برامترز مهم اثناء الجالس تمام شكرا فاد فاد بتزعله قوي لكن انت بتاخدش بالك منها مهمة في الفيميل ساعة البرغنانسي الريست لس الريك سندروم البيتي اتش وعلاقته بالدعال سيز علاقة محدودة العنيميا وهي مدعالس free time والابلتي to work black pressure control الموبليتي ان هو يسافر ويروح البين والدبريشن الديت والويت control والبوتاسيوم huge بلمة في including وحنرجع لها جزئيا زي البوست هي مدعالس فاتيج الـ اله والهارد والفاسكولار والفاسكولار والكالسفكيكيشن والانترا دياليتيك problem like هايبوتينشن ويت لوس انوريكسي ان دمان لتريشن فلوود افرلود علاقة طبعا على مشاكل الكارديوفاسكولار اللي بقى له اكتر من ديكات زي هايست مرتاليتي ان هيمو دياليس اس ديو كارديوفاسكولار زيز والغاية وقتنا هذا المشكلة لم تحل بعد عشان نعرف احنا محتاجين نشيل ايه لازم نعرف اليوريميك توكسي لازم تبقى كيميكالي ايدنفايد لا بيس لازم تكون اليوريميك بيشن الليفل فيهم اعلى وده محتاجين ريسورش كتير قوي وده اتعمل عن طريق البروتيوميكس واكتر من 1300 في البروتيوميكس لقو ريتيند في بيشن وزيوريميا والتوكسيست بتاعتهم اغلبهم لسه مش معروفة لكن في البروتيوميكس يجب ان تكون اقلقا كما لازم اقول سبسيسيفيكالي اليوريميك صالي ده علاقته ايه بالديزيز وانا فيها مشكلة كبيرة لاني ممكن الاقي بعض اقول اني ليه علاقة بالكارديو فاكتر عمليكيشن ممكن اقول ليه علاقة بالمين البروتي او بالنيوروباثي او بالسريبرو فاسكر وهكذا و اصعب نقطة فيهم ان المفروض لما اشيل موليكيول المفروض تتحسن والمشكلة الكبيرة في نمور اربعة في ايه ان احنا ايه لما بنعمل لا يشترط ان هو يتحسن كل اللي فات وبالتالي دايما الاتقام الاتقام اول حاجة من الوptimum hemodialysis is a new biomarker is required ما يعفع شنان اشتغل على KT over V as an optimum hemodialysis so we need to more identification of representative biomarker its correlation to clinical symptoms and outcome and then we can decide together how to facilitate in a personalized and targeted dialysis prescription to improve the quality of life morbidity and mortality دي اهم ثلاث خطوات احنا محتاجين وبالذلك ظهر حديثا موضوع البيتا 2 micro globulin as a new biomarker of the adequacy ادلا ممكن اعمله reduction ratio ممكن اعمل بيتا 2 micro globulin KT over V above or equal 1.5 or breed البيتا 2 هل من 2.5 ميلي جرام ب dec litre والرقم ده اختروا بناء على studies كتيرة لقيت ان ال dialysis patients ال pre dialysis beta 2 micro globulin اكتر من 2.5 ميلي جرام بيبقى عندهم higher mortality اول اول خطوة من optimum dialysis is to implement a new valuable biomarker يساوي فعلا dialysis في removal of euromectars additional new biomarker is the glycated albumin and if the patient is diabetic it's relation to glycated hemogram glycated albumin the good biomarker كمان على اساس eleuramic toxicity نوع من انواع ال advanced glycation process ده اللي انا كلمت فيه وسميته bad albumin glycated albumin هنا من eluramic milio بيبقى يفقد استعداده أو قدرته على functionality as a molecule of albumin like drug binding and others و جات من هنا الجابانيز theory من حوالي five years is to permit albumin loss during dialysis و حتى انا سميتها ساعتها removal of bad albumin to renew human health 3-4 gram per session loss patient can compensate by good nutrition liver can produce up to 15-18 gram per day of albumin كل molecule 585 amino acid وبالتالي عشان اوصل لهذا level of liver production لازم ازود البروتين intake في العينين البروتين in we find that glycated albumin to glycated hemoglobin A1C ratio in overall mortality by categories بتبقى عالية فيهم وحطينا هنا diabetic patient عشان كمان in glycated hemoglobin يبقى correlated مع ال diabetes control لكن in general I can measure glycated albumin in our patients and according to this percent of glycated albumin ممكن يديني برضو خلفية على الهيمو dialysis adicos so Japanese only classification of the Japanese who decided that never to determine dialysis adequacy by small solutes we assume a dialysis membrane in the five categories starting category one and two and are low flux three usually like high flux and type four more like super flux type five air some protein loss so this is the classic classification of Japanese according to beta two micro globulin clearance not saving we type four and type five are the commonest dialyzer are used dialysis membrane in japan and called high performance membrane high performance membrane not high performance dialyzer high performance dialyzer is low flux لكن هنا أنا بتكلم على high performance membrane لما قرنوا type four and type five من high flux studies أعدت أكثر من three years وكان النتيجة إن المورتاليتي type four and type five are the best كل ما هتزود ال clearance of the middle molecules كل ما هيب أفضل في survival وكل ما هنروح ناحية low flux أو low clearance هيب أقل في survival أعندي large middle molecules with cardiovascular disease like cytokines promotion for atherosclerosis inflammatory response with plagues pro-thrumpotic effects advanced glycation in the products with deposition within the vasal wall induction of oxidative stress as well inflammation endothelial dysfunction adiponectin expression of adhesion molecule هنا الadhesion molecule في منتغل خطورة على ال endothelial attacking by inflammatory cells form cell formations and for chur بعض other uremic toxin which is related to direct effect على cardiology with left ventricular hypertrophy can induce cardiomyocyte hypertrophic response so in this first part of the talk middle molecule range need and evidence for involvement in inflammation and cardiovascular disease so we have a holistic approach accordingly leuremic toxin physiochemical character linkage to clinical symptoms and outcome and finally our philosophy in dialysis including what is the removal patterns of such uremic solids it's a multidimensional not only the relation of the uremic toxin in size but its physical chemical classification does not adequately address or reflect how current modern dialysis technology can remove uremic toxin according to the basic of its toxicity and this is my personal is better for the uremic because it is the uremic toxin the 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 or endothelial dysfunction whatever whatever or uremic toxin the patient mortality and morbidity with quality of life the 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 not dependent on the molecular weight but depends on the target organ and effect so we have in uremic toxins a complex of retention molecules we need to accurate clarification it's very difficult potential toxicity remains to be proven in the majority of the toxin its compound chemical structure and we need a novel approach to identify and explain their disease correlation so blindly saying that we have more than 1,000 retention solids majority of them are in the middle molecule and we have to remove blindly like in the good and the bad molecule the cytokines pro inflammatory cytokines and the other of anti inflammatory cytokines the application can it and others it says the scoring system evidence of publication the highest evidence score the highest teoremic toxin which we need to the the highest we need to look at the protein bound to cardiovascular and beta 2 micro globulin we are going to be joint synevin membrane asymmetric dimensile arginine or adma with a very potent nitric oxide inhibitor others like carbamylated compounds FGF interleukin 6 tuber necrosis factor with asymmetric dimensile argin low in the score do actor uremic toxins we have to focus second highest evidence lindoxine l-advanced glycation in the products l-PTH طبعا l-PTH يعتبر من أنواع l-euremic toxin لأن هو produced by renal failure سواء إذا كان retention يعني أي ملكور retained by the kidney due to loss of excretion أو موجودة أو present due to impaired of kidney function immunoglobulin light chain حب أوجه بس النظر أن immunoglobulin kappa or lambda light chains are considered uremic toxin يعني ما هيش مجرد أن أنا أشيل عشان عيين ميلومة لأ ده هم يعتبر one of the uremic toxin وبالتالي في publication أنا اشتغلت عليها برضو في publication على remove of kappa lambda even العيين ما كانش ولا عيين فيهم عندهم ميلوم هنا سؤال بنقول طيب اللي بيعملوا dialysis مش كلهم بيخشوا في نفس على الرغم ممكن ممكن يكون level of heuremic toxin are equal ليه لأن أنا عندي additional factor موجودة في envirage زي ال cross talk ما بين acidosis وال inflammation metabolic acidosis وال inflammation are amplifier of any level of heuremic toxin وبالتالي ال patient ممكن even أن أنا حسن له general condition by control metabolic acidosis and inflammation patient وهيجي دورها لاحق the pacing ودايما عندنا مشكلة في ال endotoxemia ده بحث نشرنا probability من حوالي آآ 8 سنين وكان ال endotoxemia وإحنا عارفين ال endotoxin origin في عينين ال dialysis جاي من two آآ process لما من hemo dialysis impurity أو من ال patient نفسهم من GIT leak وداي يفتح لنا المجال ودايما يتنسي dyspiosis وال micropiota والtriptofan والtyrosine metabolism وال endotoxin period هنشوف حاجة لطيفة جدا ان ال endotoxemia عن طريق الجوت can be penetrating ال intestine وليه علاقة بالbrain gut microbial access ممكن تعملي a lot of complication mainly metabolism of tryptofan والtyrosine the passage of endotoxin from the GIT بيحصل عن طريق two pathway ممرين الممر الأول اللي هو intracellular والممر الثاني اللي هو paracellular الاثنين دول عن طريق الطول like receptors وفيه منهم كتير جدا في النهاية نبقى عندي endotoxin transfer من الجوت mainly from two amino acid tryptofan and tyrosine طب بصينا شوية هنلاقي ان عندنا impaired intestinal period in CKD and in hemodiolus spatial tight junction infection مع البروتين كلودين بيتأثر الأوكلودين في tight junction ما بينهم ويبتدي يحصل passage of endotoxins from the gut into the blood هنا هنا عندي في عيان dialysis مشكلتين كبار مشكلتين كبار جدا 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 مشكلة الأولانية ان البروتين with volume overload وعنده systemic venous congestion بيحصل impairment of this tight junction ويبتدي يحصل passage of endotoxins حاجة التانية العيان during dialysis with rapid ultra filtration بيحصل نوع من انواع insin ischemia أو stunning ويبتدي بردو يزيد ال endotoxin transfer وبالتالي patient with overload and patient with maximum over ultra filtration أكتر من المسموح مع ال intestinal stunning بيحصل endotoxin transfer once endotoxemia يبقى very good augmentation of dialysis augmentation of the dialysis induced complication هيبقى أكتر كمان على cardiovascular وعلاقتها بال inflammation so we need to achieve a high quality water system for ultra pure dialysis فرح ما بين ultra pure dialysis في pure dialysis ultra pure endotoxin living أقل من 0.03 endotoxin unit per milli while in the standard it is below 0.25 bacterial colony is 0.1 لكن هنا قال من 100 limit 2 الاستيرايل ده استخدم فيه hemodi filtration substitution نفس level of endotoxin 0.03 لكن bacterial colony count عقل من 1 في 0.03 اقل من 0.03 لاني ده الكيت limit يعني الكيتس مش هتطلع حالي من كده japanis during the last couple of years عملوا كيتس اقل من 0.01 وبقوا يطبقوا عليها ultra pure بالاخص ان هم بيستخدموا لموضايا filtration كتير يبقى انا عندي filtrate لازم استخدمه ultra pure dialyzate عشان to improve in order to achieve at least one endotoxin retention filter should be used لو انا استخدمت one endotoxin بعد dialyzate preparation خلي بالك لان احنا بعض الناس فاكرة ال endotoxin filter موجودة على الووتر اللي دخلة اللي هي مدعالة ماشين لا ده على ال final dialyzate لان dialyzate في حد ذاته ممكن يكون source of endotoxin هل dialyzate can have bacterial growth سؤال يعني هل ممكن يبقى في bacterial growth جوة dialyzate الاجابة مش موجود لاني طبعا ده very concentrated solution والبكتيريا هيحصل by osmotic على طول shrink لكن only few bacteria can induce millions of fragments of endotoxin وبالتالي لازم endotoxin retention filter بعد dialyzate preparation مش على الووتر treatment هنا لو هستخدم هي مدعاة filtration محتاج ان انا endotoxin retention filter عشان احاول من ultra pure الى وده اللي بنسميه two per your system عشان فيه اتنين endotoxin بعض الدعال smachine بتستخدم كمان additional third filter وده بيبقى في substitution line وده بنسميه three barrier system زي system موجود في باكستر نيكي لي جزء مهم جدا من الoptimum hemodialysis عشان الvascular axis انا will highlight some of the vascular axis خلي بالك this ugly appearance very have very bad depressive effect على العينين بالذات الفيميال يعني لا تتخيل ان الpatient يشوف دراعه عامل كده يبقى سعيد بالعكس بيبقى حزين جدا علاوة طبعا على بتاع النيجاتيف impact على الكارديوفاستر الباكس الفيسيولوجي مستخدام and can induce diastolic and systolic dysfunction وبالتالي مش مجرد ان اعجلي appearance lacking command a high flu can induce significant cardiac dysfunction and heart failure. The one of the optinant dialysis is to improve. We will have increased stroke volume and increased cardiac output, increased venous return, right ventricular dilatation and pulmonary hypertension will do a low systemic blood flow and impaired total hemodialis adiecus. ليه هنا total hemodialis adiecus بتقل؟ يعني عندي functioning fistula كويس جدا لكن عندي حاجة متسميها cardiopulmonary bypass لأن الفيستور بتاخد أكتر من 30% of the cardiac output وبالتالي during the hemodialysis the blood flow to the organs and the tissues and the muscles to drain the toxins into the dialyzer is impaired لأن أكتر من 30% من cardiac output رايح في closed circuit ما بين الهارت و الفيستور الhypoxemia is an additional factor ناخد بالنا منها الوعي بتاعنا of hypoxemia in hemodialysis قليل هنلاقي ان فيه hypoxemia بيحصل والhypoxemia دي بتبتدي من أول الجالسة وممكن توصل معايا للآخر لكن marketly في أول two hours عندها استعداد نتيجة gas diffusion ساعات البايكاربة في حد ذاته بيزود CO2 production وساعات CO2 بيحصل له elimination by gas diffusion يعني ممكن الدياليسة يزود وممكن الدياليسة يقلم CO2 الامبير respiratory drive من الالكالوزيس عارفين ان تغيير البي اتش can change the respiratory drive وبالتالي ممكن العينين يجيلهم hypo ventilation مشكلة الكارديوفاسكر والhypoxia والsolid flux ينطبق عليه تماما الكارديوفاسك اريثميا during the hours في علاقة حتمية في المنتال and semi-diagnosis patients between the incidence of intra-diagnetic hypotension and the cardiac اريثميا وكل ما زاد الابسود of intra-diagnetic hypotension كل ما زاد البروبابيليتي of اريثميا عندي كارديوفاسك واريثميا نتيجة حاجات كتير نتيجة inadequate physiological compensation to extra corporeal بيحصل resting wall motion abnormality في الهارت impaired plasma refilling renal replacement related factor زي dial composition and and splanking and venus pooling لأن السبلانكينج ممكن ياخد 25% of the circulation ويزيد 30% كمان مع الأيتي ودي خطورة الهيدي ميلز أثناء الجلسات due to increase in the سبلانكينج ممكن ياخد أكثر من 30% زيادة عن الطبيعة with meals دايما في الباست هيمو دايناميك انستابيليتي ليها كونسيكوانسيز of blood pressure and volume abnormalities هتعميلي مشكلة كبيرة end organ damage whatever the organ عندي additional factor like thermal stress لو أنا بستخدم temperature 37 أو أعلى من حرارة البيتشنز بحصلي بحصلي vasodilation وhypotension decline in intra vascular volume عندي patient with autonomic dysfunction عندي patient with poor ultra filtration مش عارف عمله هو زايد لكن مش عارف هسحاب له كمية دي في الوقت ده وي عندي intervention تتحط دايما مع optimum dialysis عن طريق زيادة frequency زيادة duration improving dialysate intervention cool avoid sodium load avoid very low calcium عنجلها reduces dietary sodium enhance volume output ممكن استخدم diuretics in between dialysis session لو الpatient عنده still residual kidney function في patient فعلا diuretic بتجيب نتيجة معهم بيبقى نتيجة لذلك الانترا diuretic quick gain بيبقى عقل وعندي options كتير ان انا عمل assessment volume status سواء اذا كان tools او سواء اذا كان clinical زي lung ultrasound او bioimpedance والانفير في نكيف ال دعم تر ملنساج ان 30% of patients عندهم pulmonary hypertension ونتيجة pulmonary hypertension ده نتيجة اذا pulmonary edema او نتيجة thrombo empolic لكن المحصلة النائية بيبقى فيه حوالي 30% من ال patient once حصل pulmonary hypertension على طول ال right ventricular pressure بيزيد بيعمل compression على left ventricle once ان انا عمل compression على left ventricle قلل على طول cardiac output majority of patients with castor ممكن يبقى عندهم air implant line مش كل dialysis machine خلي بالك detect the same size of particles of air particles المايكرو pupils لها sensors وفي مايكرو pupils هتعدي من patients يبقى even مش لازم علي air inside the line لكن في مايكرو pupils والمايكرو pupils دي can be pass through the dialysis circuit and can induce مايكرو امبولاي مع الوقت يدخل العين في pulmonary hipertension so you need to optimize all of that as an operator dialysis machines calibration dialysis machine perfection and performance dialyzer dialyzer composition extra corporeal circuit optimization anti-coagulation arteriovenous fester دي slide تلخص كل النقط اللي انت محتاج تبص عليها to reach an adequate and then optimum hemo to optimize plot flow rate يعني دايما احنا مستخدم right now تقريبا 350 m per minute على dialyzer above 1.8 surface area في الادت نيجي نيجي الدليمة بتاعة dialyzer مستخدم مستخدم حلاقي ان الرول فأني بيفسر الـ low flux الـ high flux super flux medium cutoff الـ high cutoff and plasma plasma filter طبعا دايما ممكن نشيل up to 3 million super flux up to 40,000 غالبا ان هي مضاعف retration mode medium cutoff ممكن نشيل up to 50,000 زي الآية 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 وده تاني range of ioramic toxin انا واقف لغاية هنا لان لو عديت الخط ده من kappa والlambda بيبقى وصلت لل 50,000 وبالتالي cutoff value لازم تبقى في range ده حديثا حوالي 5 years ago ظهر expanded hemodialysis او medium cutoff وده dialyzer تشتغل بالmembrane permeability والloss هنا في albumin بيبقى more than hemodial filtration لكن operational wise could be very easily عن hemodial filtration وكان remove up to 50,000 of euramic tox this depends largely on the membrane pores and album loss هنا حلاقي medium cutoff ابعد شوية في pore diameter من high flux but that never to be used with hemodial filtration لأن with hemodial filtration albumin lost هيبقى more significant في مابلكيشن كتير تلعت ما بين post dilution or hemodial filtration وال expanded hemodial 子 ف دايما في studies بتحط expanded dialysis و hemodial filtration in post dilution mode تقريبا on the same category many systemic review published recently لأن خلاص maximum capacity إن أنا to be removed 50,000 دالتون سواء إذا كان super flux مع hemodial filtration أو مع medium cutoff dialyzer الاثنين will achieve significant removal المتا analysis أغلب هم كان representative that HDF and HDX lower expanded dialysis potential alternative to high flux dialysis systemic literature imposed وده بداية optimum dialysis حسنوا في كثير من ال studies quality based على quality of life hospitalization more on the conventional high flux dialysis again recent published expanded hemodialysis وده طبعا محتاج session كاملة expanded dialysis عشان نعرف ال studies لكن again كل الفكرة بيشوف إن عشان أوصل للم بقيت بقيت اللامدا لايت شين بقيت بس على الميلومة لكن one of the major player of uremic toxins و pro inflammatory كنا يجوز من عشر سنين من التكلم على 12000 دالتون بيتا 2 مايكرو جلوبلين خلال هذا الدكايد من من الليورميك toxin like kappa complement factor دي أنا استكلم دا كله interleukin 6 الكappa والlambda والYKL protein دي الستادز اللي عنا عملناها عندنا لقيت إن مع الهيمو diafiltration في الpost dilution was using super flux dialyzer you can find the difference between الغامق دا high flux super flux dialysis و اللي هي مضايع filtration هنلاقي إنك انت تقدر تشيل 46% من الكappa وممكن تشيل حوالي 30% من اللambda دا الكلام دا في 4 ساعات يعني لو زودنا ال time هنوصل لأقوى الالفا 1 مايكرو جلوبلين فيه كلام كتير قوي عليه دلوقتي as a good biomarker of uramic toxin موليكرا رويد بتاع حوال 32 ألف فدا يعتبر برضو potential اليابان برضو جابانيز بيفكره إن يكون good biomarker of optimum hemodials until we have a problem of protein bound uramic toxin up till now we don't have any of modality can remove albumin attached uramic toxin uramic toxin protein pound small uramic toxin لكن مشكلتها في الattachment يجوز بيفكره في displacer bio-artificial kidney ستحلها لكن we are still far from bio-artificial kidney so optimum dialysis محتاجين حاجات كتير جدا محتاجين a lot of multifactorial process to achieve huge work up for maximize the quality of life and maximize its survival improvement of ultra filtration rate higher weight range middle molecule removal and phosphorus that one of the basics of optimum hymode dhi الصفحة المشهورة ترتعي طبعا بيعوني فيها دايما ان انا محتاج على العلم beyond kt over v additional thirteen point عشان اقول in optimum hymode dialysis وده لو حد تسأل what is the optimum hymode dialysis مطلوب ان هو يجاوب على 13 انا اقدر اقول لل 14 in pt beta 2 2 global level 2.5 in pre dialysis او reduction ratio حوالي تماني في المي حوالي الاندي blood pressure control calcium phosphate control absence of intradialytic complications absence of intradialytic hypotension no interference with ability to work protein intake is good no dialysis related or access related hospitalization neither alcoholic nor acidotic cardiovascular amylodosis preservation of residual kidney function life expectancy approximately of living related donors inflammation near normal يعني 14 نقطة محتاج ان احنا نشتغل عليهم عشان في الاخر نجاوب على اول سؤال what is the optimum hemodialysis and what is the optimum life for the patient on dialysis we have to remove all the stress factor we have to avoid end organ damage heart limb brain kidney gut and liver كل ده عن طريق systemic circulatory stress عن طريق avoid من الكلام اللي احنا عنا الاريذنية والهيبوكسيا والإستمic انجري والالكترولي ابنورمال we have to define each patient never to treat patient on dialysis unit as a single patient we have to define more at risk هل ممكن بالاوptimum dialysis can improve the survival still we have 50% death rate in 5 years in hemodialysis patient حشان كذا ما اتفعنا hemodialysis is just a bridge for a successful renal transplanter عندي الميزان بتاعي صعب جدا لانك انت لو رحت ناحية الهايبو فوليميا هايبو تينشن وإند أورجن إسكيميا وفاستر لوس أو فريزيد وكيدني فانشن لو رحت ناحية الهايبو فوليميا هيزيد الهايبو تينشن والإديمة والكارديا كريمودل وهارث فيل عشان كده دايما يوفو لميز بياند أي اديكتوس بايو ماركر is one of the important point for optimum تقدر توصل لها يوفو لميز زي استخدم الكلينيكل واستخدم التون خلي بالك الكيرف of ultra filtration ده خطير جدا ما بين الانكريز في ويت ما بين الجالسات الربط ultra filtration وهكذا في كلتا الأحوال عندي volume overload status بيأثر على ventricles blood pressure وعندي rabbit ultra filtration بيعملي inschemia و organ stonic كمان زي ما اتفقنا ال high volume بيعملي endotoxin transfer و rabbit ultra filtration برضو بيعملي endotoxin transfer ودايما survival بتبقى حسن في patient with normal volume so up to this point if your patient asking can I do optimal dialysis not just adequate dialysis إبقى انت عرفت الroad map عندك 14 نقطة تحققهم for optimal hemodals مش عن التكلم كتير على recovery time سيد دكتور سعيد خميس التكلم عليها بإسهاب لكن better recovery time من parameters المهمة و الفتيج و الفتيج ده كان في patients تقريبا الفتيج وال intra dyadic hypotension هو major complication of patient on dialysis percent of patient reporting tiredness و post dialysis fatigue كبيرة جدا ممكن توصل لـ 80% بيبقى فيها مشاكل كتير post dialysis fatigue ممكن يكون من ضمن الأسباب ultrafiltration volume الإسكيم increase of serum lactic acid الbranched chain amino acid depletion مع ال dialysis هنا بأكد عليها من حاجات المهمة جدا البروتين والعمino والعمino loss during dialysis should be replaced with essential amino acid depression incidentary behavior or functional disability كل داء يفاصر ازاي يحسن البوست dialysis fatigue ممكن اعمل several modification control of the dialysis ممكن احسن برضو مع intra dialytic exercise و اعتقد الدكتور سعيد خميس برضو publish حاجات في dialysis fatigue زي ما انتوا شايفين majority of patients who is experiencing post dialysis recovery time prolonged more than six hours وبتبق ليه علاقة طبعا بالmortality activation of thrombosis من الحاجات اللي اخد بالي منها خلي بالك dialysis clotting في visual experience بس لان dialysis clotting هو بس علامة ل activation of several cascades once حصل activation of thrombosis pathway ممكن يعمل activation of the complaint C3B during dialysis contact with dialysis membrane with huge activation of immune reaction يعني clotting with exposure of dialyzer to the blood can activate a lot of series of coagulation and immune mediated reactions platelet activation platelet active factor 4 granulocyte colon stimulating factors chemokines and cytokines كل ده بيحصل أثناء dialysis عمنا ازاي عمنا من ال proper choice و ال proper water and diarxate composition يجوز انا نشرت الكلام ده من حوالي سنة ونص dialysis membrane can induce activation of thrombin عن طريق ان احنا دورنا على thrombin anti thrombin complex وعلى different dialysis بيعمل stimulation of thrombin anti thrombin complex as biomarker of blood membrane interaction كل ده محتاج لازم يكون يستعمل high blood flow rate دايما نقول blood flow rate تقريبا 200 ملي per minute لكل one square meter surface area وبالتالي dialysis 1.8 يقدر اشتغل على blood flow rate 350 ملي per minute saving coefficient يقدر يشيل large molecule lower thrombogenicity internal diameter كافي عشان يقدر يمشي blood flow in smooth way الاتف studies مش هنخش في details لكن كلها تعتمد على hydrophilic nature of the diarism membrane وازاي انه هو can remove in proper way the middle molecule even the internal diameter وده كلمنا عليه في basics of dialysis when to choose you have to choose a dialysis with efficient way to remove of all the huge middle molecules retained in the patient during dialysis we have a cardiovascular stress we have inflammatory stress biological hypoxic and nutritional stress so all of these four parameters should be included in the roadmap toward an optimum hemodialysis control of blood pressure عن jela halab مهم جدا what is the optimum blood pressure in pre dialysis حلا ان هو زي u shaped لو الpatients starting dialysis من 100 100 mm mercury systolic pressure أو above 160 or 170 حلا ان بتزيد المرتال يبقى both starting hypo or hypertension needs adjustment in patients on the harsis طبعا كلنا بنخاف من hemodynamic instability or hypotension professor بيرنال كانوا في زوم الفات اشتغلنا عليه كتير مش هناخد فيه وقت متسجلة المحضرة وقلنا the combined definition في drop of systolic blood pressure مع كمان reported intra diaretic symptom وكمان في medical intervention زي حتى even to stop ultra filtration أو to give normal slime أو trend impaired position كل احدى يعتبر intervention وطبعا ال hemodiafiltration و cool dialyzate من الحاجات major treatment في to against hemodihalysis induced hypotension hemodynamic instability now we are going for أنا من رأي إن هو دايما missing يعني قليلين جدا من in nephrologist وحدات اللي هم بيرجعوا ويعملون individualization مهم جدا individualization كلمنا على potassium والpotassium shift هنقول آخر publication بالنسبة للضعيلة زيت قلنا إن البوتاسيوم أثناء الجلسة لو بادي سريع جدا بينزل فيه خلال ساعتين وده طبعا ممبرين potential بيتأثر وبيبقى ريثموجين في نفس الوقت بوست dialysis بيحصل rebound عشان كده المسموع بيه في optimum dialysis a very narrow window البوتاسيوم ما بين 4.5 ل5 ونص للعيان اللي داخل يعمل دايالس لو قال من كده carry a risk ولو أكتر من كده carry a risk إبقى one of the optimum hemo dialysis إن الpre dialysis بوتاسيوم يبقى في range ما بين 4.5 and 5.5 مشكلة البوتاسيوم والrabbit shift بيأثر جامل جدا على حاجة من سامية repolarization cycle الventricular depolarization وcontraction بتحتاج فترة راحة لو إحنا بصين كده مع l-e-c-g ADQRS complex مع el-contraction once start the depolarization بيحتاج فترة راحة لها repolarization cycle ال-electroide imbalance بتأثر جدا على repolarization time وبالتالي can induce a stimulus for ventricular arrhythmia common common cardiac arrhythmia even southern cardiac death during dialysis from shift or potassium how how can personal that this is a recent publication على طول بخاف من arythmogenic heart بخاف من electrolyte flux fluid shift myocardial ischemia ممكن تعصر myocardial ischemia with different dial z when we go to see serum potassium approach if aahle من 4 can patient malnourished but if he can dialyzate 3 mm or higher between four and five and five and five ischemia not much but aahle 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 ممكن استخدم dialyzate around 3 mm لو اكتر من 5 او ده ال majority of patient presenting the aahle اكتر من 5 لازم اعمل control لل diet ممكن اشتغل على dialyzate potassium 3 ولو اكتر من 5 ونص ال 6 اشتغل على dialyzate potassium 2 هنا مفيش dialyzate potassium 1 هنا مفيش potassium zero ممنوعة يعني forbidden to use dialyzate potassium المين 2 ملي مول بالليد نفس الحكاية calcium and magnesium ومن الاثنين مع بعض لو dialyzate calcium less than 10.2 for hemodynamic stability او اذا كان hypercalcemic دايما dialyzate calcium عندنا 1.25 1.5 1.75 1.75 ده ننسى تعريبا ده ما تستخدموش قاد 1.25 هو بيعمل مشاكل في الhemodynamic stability بالك عشان كده المجوريتي بيستخدموا ال 1.5 دايلا زيت كالسيوم بعض الاحوال نادرا منستخدم ال 1.25 ده لما بيكون العين hypercalcemia نفس العكاية المجنيزيوم عندي مشكلة ان دايما المجنيزيوم كل دايلا زيت في مجنيزيوم وقفة على 0.5 مليمور بالليتر المجنيزيوم شفت بيحصل أثناء الجلسة وليه علاقة مع ال بري دايلا سي بوتاسيوم لأن ال بري دايلا سي بوتاسيوم لو عالي برضو حيأثر لي على المجنيزيوم وال الاريز in general دايلا زيت كالسيوم ال standard 1.5 ممكن تروح ناحية ال 1.25 ممكن تروح ناحية 1.75 ده نادرا جدا لكن هعملي مشكلة كالسيوم اوبردود المجنيزيوم شفت لو السيروم مجنيزيوم 0.7 تقريبا و دايلا زيت مجنيزيوم لو سابت 0.5 هيحصل بوس دايلا مجنيزيوم العكس صحيح لو اشتغلت على مجنيزيوم 1.0 ملي مول ممكن يزود لي السيروم مجنيزيوم كذا ستادي قالت يحبس ان ال دايلا سيروم مجنيزيوم يبقى في الرينش 2.3 2.5 عشان موضوع المجنيزيوم لوس أثناء الجاد نفس الحكاية لو دايلا زيت كالسيوم كان اندوث ميوكارجال انستابل كان اندوث انترا دايليتك هايبوتينشن عشان كده ال 1.25 is not recommended to be used as a standard كالسيوم دايلا زيت السوديوم كلنا عارفين السوديوم مشاكله لكن فيه options جديدة في الهيمو داعث ماشين بسميها ال automated سوديوم control وال السيستم ده كله بنسميه ايزو ناتريميك سوديوم الايزو ناتريميك سوديوم يوز measurement of dialyzate conductivity عند 25 ديجري سنتيجري ما بين ال dialyzate inlet and outlet من غير منئيس السيرم سوديوم هي تزبط dialyzate سوديوم according to the patient sodium bicarbonate وممكن تتطفق معايا دكتور سعيد ودكتور عام ان برضو bicarbonate balance prescription نادرا ما بتشاف في dialyzis عارفين ان ال correction of metabolic acidosis بيبقى فيه مشاكل كتير المشاكل زي ما انتو عارفين ممكن يأثر على insulin sensitivity ممكن كمان بيقلل whole body and skeletal skeletal muscle protein breakdown ممكن يعمل enhance parathyroid gland وزا ما اتفعنا قبل كده ان هو ممكن correction يحسن turn over والدكتور عمر حسيني طبعا انكلمنا في هذا النقط خلي بالك الميتابوليك acidosis في حد ذاته can induce vascular calcification ده الجراف بتاع pre and post dialysis by car بيزيد جدا اثناء الجلسة ويرجع يقل تاني قبل الجلسة عشان كده guidelines دايما بتتكلم على ان pre dialysis يبقى 22 ملي مول والpost dialysis ما يزيدش عن 28 ملي مول حاجات كتير جدا خلي بالك كل البي كارب فيها نسبة بسيطة من الاسستيت اربعة من اللي مول ولا حاجة وبالتالي لازم هتخش ناحت creep cycle وهنا زي ما قلنا في الاول CO2 ممكن يحصل CO2 diffusion ناحت البلط وممكن CO2 يحصل له wash من البي وهنا يبتد يحصل alkalosis ويحصل له العيان hypo ventilation عن طريق CO2 وعن طريق ال rapid correction of metabolic انسيدوز بعض العيانين بتستفيد جدا من ال oxygen supplement اثناء الجلسة نتيجة respiratory hypo ventilation دي ال pi country في ضبس زي ما تشايفين ال pre وال post dialysis وال dialysis composition بتلاقي ان في ناس بتشتغل غير 32 ناس بتشتغل على dialysis pi car بحالي جدا من 33 37 even اكتر من 38 غير مستحب تماما الموضوع نوة يزيد عن 34 وده ال approach لو لو patient presented by serum pi car بولي تعال من 22 ملي مول اشتغل على dialysis 34 لو جايلك من 22 26 هو كاتب 34 انا رأيي انزل شوية لان 34 لو العين بادي انت من 22 حيدخلك في post dialysis الكلمة لو already presented by pi car 26 ده على طول لازم حتعل لل dialysis المدرت اللي انا بشتغل عليه شايف ان هو مناسب حوالي pi car 32 ممكن بتعال ال34 30 اه patient sensor احنا قربنا نخلص نهتم جدا ب patient manifestation ده recent published ان optimum هي dialysis لازم to consider patient symptom مش انا بعمل اللي عليا ودت لك كل حاجة وعملت كل اشتغلت لك expanded dialysis وانت لسه بتشتكي برضو لا لازم اراجع تاني شكوى العيال عشان patient reported symptoms او burden مهم جدا في option يجوز sexual dysfunction مدايق depression sleep disturbance كل دي مشاكل بنشوفها في العيانين اه بنشوفها على الرق انك انت بتدي كل ما في ايديك يجوز يجوز البيتس دول يحتاج some support some psychological support or even anti depression يجوز دي one one of the important marker of the optimum dialysis وبتشتغل برضو في complaints كتير financial concerns مهمة جدا للpatient انت مش في ايدك حاجة انا عارف بس هو خلي بالك العين جايلك already عنده المشاكل دي ممكن تحصل مع وممكن تحصل كنوع من انواع كل دي حاجات لازم اخد بالي منها اثناء نفس الحكاية لازم ناخد بال المقولة لطيفة جدا ان البرغنانسي كان زمان impossible with dialysis دلوقتي rare فانك انت توصل لمرحلة rare on dialysis ده كويس ان تشوفنا كتير او من البرغنانسي يجوز على الجروب عملنا discussion قبل كده ال dialysis schedule for hemo dialysis for patient with pregnancy بعض ال guidelines لكن اغلبها not graded بتحتاج ما بين عشرين ساعة لستة وتلاتين ساعة من ال dialysis per week وده الكندين اللي طلبوا انهما يوصل لغاية ستة وتلاتين ساعة لكن هو من الايجيبشن guidelines انا كاتب انها فوق ال twenty hours عم مقسمة ما بين خمسة لستة جلسات في الأسبوع على الأقل لكن ناخد بالنا we are doing huge dialysis dose protein intake هنا هيزيد لone point eight جرام مش one point two لازم حابة فيه supplementation لكل ال water soluble vitamins folic acids لازم هزود ال calcium intake لازم هيعمل individualization للكالسيوم magnesium potassium indylazate واعمل له check up weekly ولازم هحافظ على calcium balance وال hypo fatemia والhypo kalemia اللي بتحصل بعد ال دماغنا لازم اه لازم يعني طبعا هيبقى فيه لحاجات كتير جدا حيب الفوسفاتيميا زي ما الدكتور سعيد بيقول و calcium metabolis لازم يزيد ولو ان هو ال full term بيتحسن جدا لو كان ما بين 21 لستة وتلاتين ساعة اسبوعيا الممكن يوصل لغاية تمانية وتلاتين اسبوع ultrafelistration سؤال دكتور يشام can we consider can we consider pregnancy on dialysis is a marker of adequate or optimal dialysis it's a marker of a good dialysis تمام it's a marker of a good hypothalamic hypothalamic bituatory axis it's a marker of good hormonal balance لكن ما قدرتش الوحده برضو زي ما اتفعنا لكن طبعا الpatient on dialysis when do an optimal dialysis you have a chance of pregnancy تمام يعني عندي patient حملت مرتين يعني حملت وولدت وبعد كده on dialysis مفيش مفيش few months got pregnant tain انا ديورنج مايقرير برضو حوالي ستة او سبعة patient منهم ناس والده مرتين يعني انا حتى في الخليج او هنا بالضبط عشان كده قالوا المقولة بتاعتهم تصوى يعني اصبح موجود يعني uncommon او rare لكن مش impossible تمام بعض التولز ممكن استخدمها ممكن تبقى stepwise او alternating ده في الهيم وده عرس ماشين من حق تستخدمهم مافيش مشكلة تبتدي stepwise او تبتدي زي step later كده موجود او ممكن تعمل on and off على عسب individualization of your patient touch that انه كنت ممكن تحسن ال intra dialytic hypotension وتقلل الكرامس كل ده ممكن تستخدمه as tools عشان to modify long term outcome ممكن تستخدم profiling system زي ما اتفعنا alternating on and off عشان تبدي مساحة لل plasma refilling rate ممكن تبتدي في الاول وممكن تقل في الاول الناس توقف السحب الاول بعدين تزود يعني عندك كزا طول خلي بالك ده system موجود في وده programed يعني ما تقدرش تعمله manual تاخد برنامج ده وبرنامج ده انت بعده نفس الحكاية في ممكن يبقى على حزب مش من حاجات المستحب قوي لانه استخدامه ممكن يعملك لكن هو موجود لو عايز تعمل في الاول لكن تنزل بعد كده في في الآخر بحيث انت يبقى زيرو ممكن تستخدم الانلاين ميجرز للاديكوسي زي او الانلاين كليونس منوتور منوتورين اوف اف امي سي ده جاي يدليك اصناء الجلسة لكن ده لن يغني عن اتليست منثلي او لو احنا اعتبرنا ان الوريا ستيل اوف اه الاليو برضو ممكن تستخدمه عن طريق جايد ون اتش سينجل دياليس اخر حاجة عملت كل حاجة في الدنيا وستيل البيشن بتاعك is ان وعنده رزيدو دايما تاخد بالك من موضوع الريس 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 و اللونج اللي اتكلمنا عليها اللي نسميها كارديو بالمونري ده ممكن تلاحظوا على طول شرط بتلاقي 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 بتاعك العينة ده ده ما بين والطريقة بتاعتها موجودة عندنا في الكتاب بتاخد ستيب تري بتقال البلاد لخمسين ميلي وبتاخد عينة تلتة من البلاد لاين او الارتيريا لاين وبيسوى بيسمى البلازمة وانت كده عندك تلات عينات الاي او الارتيريا والفي او الفينس والبي او البلازمة وتحطهم في وتشوف قد ايه اه عندك نوع من انواع طبعا مش مستحب يكون عندك اكتر من دي الكل البلازمة سامبل مينس الارتيريا على البلازمة مينس الفينس في مية على طول تطلع لك تقدر تحسوك ممكن تعمل اه بعد كده وتشوف الفلو تشوف بتاعك اكبره ايه لكن على هل هتبتدي الاول بالريسير كريشن ده مشكلته اكبر لان معناه ان البلازمة رايح للهارت والهارت رايح 30% او اكتر رايح للفستولة وبالتالي بايباس السيستيميك تشو يعني كل اليوريبك تاكسين اللي في السيستيميك تشو سيستيميك دوري دياليسي سيشن and then محتاج الستandardized outcome nephrologي group and thank you very much خدر خدر طرام شكرا شكرا ركتور ريشام محتاج رائعة طبعا لكالعادة يعني very basic و باردو يكبت يعني وزال يعني most updated literature review thank you so much I just have a couple comments first يعني وحضرك أشرتها سريع عن موضوع use of precision medicine individualized medicine or personalized approach لأن ممكن يكون يعني optimal for a patient is different from optimal you know treatment for another patient يعني زي ما الدكتور سايد كان بيقول pregnant lady optimization of hemodialysis for a pregnant lady might be completely different from another person وحضرك أشرتها 80 or 85 year old optimal dialysis might be different from a 20 definitely or bishop can you please comment on that precise medicine طبعاً بيعتمد اعتماد عن information يعني حدوك حافي دكتور عمر إن precise medicine والartificial intelligence يعتمد على ال input اللي احنا حطينه يعني هو لوحده مش هيديني decision لكن هيديني ندينه information هو يقدر يحمله personalization ويد عشان كده من ضمن المهمة في ال adequacy إنك أنت بتقسمها على total energy expenditure تقسمها على body surface area كل الكلام ده من randomized control trial لكن أكيد personalization والcontrol of individual patients تعتمد على في الآخر المحصلة النعي what's the quality of life and what is the survival you have the tools يعني you have the tools إنك أنت تعمل لكن مشكلة دائما إن randomized control trials عددها ما بتبقاش بالحجم الكبير والduration of clinical study ما بيزيدش عن ثلاث سنين ثلاث سنين ونص ساعات وكل الحاجات غالبا بتبقى retrospective فعشان كده I think إن our philosophy في التاليسيس هتعتمد على ال great information اللي إحنا بنحصلها من fragmented عقد رقول fragmented نوع من أنواع fragmentation of the randomized control track لكن أكيد طبعا حتى إيه اندولاتي بقى في online data submission على ال diaries machine تقدر تبقى directly information ل patient criteria أثناء الجلسة تعتمدش على paper work حسنا ألف شكرا ألف شكرا I have another comment وأنا مبسط جدا لما حضرك قلت بيكارب حضرك ما بتحبش تزاود ال dialyzate bicarb وكيف it around 32 to 34 for لأن في some evidence ما أرش قد تتفق معايا أن حتى في مقالات تتمشرت عن الهيمو dialysis session could be a perfect storm for vascular calcification especially لوحنا used high dialyzate calcium و high bicarb dialyzate it might be left نعرفين الفosphorus بي precipitate في alkaline medium حتى شايفوا الانين ال medium مثلا pH أو bicarb level أبلو بعد بشو في remarkable change within 3-4 hours ون زيد من 18 or 20 on average 30 32 serum bicarb level وطبعا dialysis كما حضرتك تعلمنا أنه ليس طبعا optimal method لتحضر الفosphorus والذلك معظم الانين بتعامنا من بأيهم على phosphate lowering therapies فلو حطينا بالذات الان على positive calcium balance during the dialysis session وفي الزات 3.5 دم المفرد يعني ما استخدموش فالو في positive calcium balance ولو في alkalinity احنا بن induce وال phosphorus don't remove very well this might be a good chance to precipitate calcium phosphorus and increase calcification can you please comment definitely طبعا professor عمرو طبعا الفوسفيت سوى اذا كان mono or pi بتأثر جدا به pH والفوسفيت channels والفوسفيت uptake بيفرق ما بين الاثنين وبيفرق ما بين pH عشان كده دايما الاسيدوز في حد ذاته is risk we can augment الفوسفيت precipitation والفوسفيت والفاسكولر calcification نحط معاهم كمان حاجة مهمة في موضوع الفاسكولر calcification loss of important anti calcification يعني الفتوين يعني نشرتها بك كذا بحث عن الفتوين وال low serum في patient on dials لما نيجي للفوسفرس حتلاق ان maximum dialysis removal high flux low flux semo di filtration كل ما بفريش 700 800 مين so you always have a high positive فوسفيت من الضايت عشان كده one of the important parameters is to control dials الاول الديالسي مش هيعمل حاجة ممكن ازود الديالسي frequency اه ممكن اللي عمل incremental dialysis وان controlled فوسفيت حوله three times per week to control لانه هي دوبك هيشيل اقل من one day فوسفيت انتاج فايا جريد طبعا ليه رأي حدد شكرا 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 طبعا شكرا شكرا على الحضرة الرائعة المتوقعة كالعاد يعني الله يخلي ليه بس تعليقين لو سمحت لي قبل مايك لدكتور رحمة الزهران النمر واحد موضوع ال بايكارب و recently في warning warning ان ما يعلاش الزهلازيت بايكارب عن 28 بلاص الاربعة لحوالي اربعة لحيجو من الاسيتيتر لان ال 28 دي هم لقوا ان لو عالي عن كده للحاجة اللي حضرت ركي نوهت لها ان ده هيبقى بروفاكيتف ان يحصل هاي بوكاليميا وبالتالي ان هاي بايكارب اكتر من 28 وارد يدخل عين في بالذات لو العين ان يخش في بوكاليميا دي نمرة واحد وحيعمل ريباوند وحيعمل ريباوند بوكاليميا بوكاليميا الجزئية التانية اللي هي في فوبيا لو تلاحظ حضرك في المناشات كتيرة على الجروب مع حضرتك احيانا من الدائلس دي سيكليبري اوكي او 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 ال اللي بيحصل فيه دائلس دي بوكاليميا لو طبعا فيه ريسك فاكتورز لو العياني اللي يري بتاعته اكتر من كذا او وهكذا الحاجات اللي بتعلي الفرص بتاعت الدائلس دي لو انا عملت اجريس دائلس في الاول كل ده جميب انا بس عاوز افرق على حاجة وحضرك بتوضح لنا اكتر مشكورا لو تتذكر حالة السوفيل انتوكسيستي اوكي اللي قدت معايا وانا كلمت حضرك فيها ايامها الحمدل اللي عدد بامان يعني ابتدينا موراليست شبه اجريس في دائلس اوكي ما كناش خايفين من موضوع دي اكليبري ولا كلام من ده لان النوشن ده بيزد على ايه ما هو الفرق بين على على عصد اصدق اصدق بتشتغل على لو وتعملي اه ما انتو معندكش لان ما عندكش هاي هو ده اللي انا بقى احنا ما عملنا الموضوع ده انا ما ما خافش الان بس احنا عملنا احنا 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 بس احنا ساعات حضرك لو تذكر احنا بدينا فيوشن بوتاسيوم وخلافه عشان يكت هايبو خليمك واسيدوتك وخلافه السؤال بقى ما هو الفرق بين الاسمول والنان اسمول يعني مولوكيول امتى قول ده اسمول بالكريتيريا اللي هيعمل احتمالية من يعمل بيسموها ويه اللغة من اسمول يعني طبعا الاسمولاريتي او الاسمولاريتي ده تعتمد على القدرة على من الجزء الهاي اسمولار ياخد مية من الجزء اللور اسمولار ده فيزيكس عشان كده في الارقو هو عكس هذه الطبيعة اللي هو by pressure and through a membrane you push water with salt out and purified water in pipe عشان كده يسموه reverse osmosis فالاسمولاريتي هي مقدرة على تأبسور بوطر طيب 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 of molecule have an osmolarity اغلبت المolecule has an osmolarity لكن which can pass blood brain barrier here and not when the molecule for example has a high osmolarity لكن cannot pass blood brain barrier will not induce لكن لما تيجي تشوف اليورية high osmolar وفي نفس الوقت small solids and can pass blood brain barrier وبالتالي هتعملي disequilibrium syndrome ده المشهورة تمام counteracting لها انك انت هتعلي السوديو في الدعالة زيت وبالتالي to counteract موضوع disequilibrium syndrome على مستوى brain cells تمام تمام شكرا اكتور الشام دكتور رحمة زاران تفضلي بيه السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم شكرا من تور الشام على المحاضرة الرعاية كالعادة يعني حضرت خليك دكتور رحمة سعدت بوجودك محاضراتك الجميلة انا بس عندي كومنتين كده اول واحد بالنسبة للكيتي يعني هي هي اللي احنا بنعتمد عليه لان طبعا بيبقى ضعب ان احنا بالجيس وقوي والميغلوبين والحاجات دي كلها فلازم نتابع زي ما حدك قلت ونوصل للتارجت بتاعته ومش بس كده كمان ان احنا نعمل يعني انا قبل محدد الجلسة بتاعتي احط البرامتر بتاعتي اللي هتوصلني للكيتي اوفر في اللي انا عايزها وميلز زبط يعني انا اعمل انا بقول انا هوصل لكزا وبعد ما خلص بتاعتي اللي احنا بنسميها وقارن اذا كان في مشكلة بينهم ولا لا انه انه بقى بيعمل لازم ارجع بقى اللي بنسميها علشان ابدأ اشوف احنا لسه طبعا بنتكلم على محارة ما ندخلناش في وخصوصا لو انا بقارن او العيال اللي بيخسر مرتين او اربعة او خمسة في الاسبوع يعني مثلا لو غلص انا مابتعملش برامتر ممكن اعمل بالنسبة لها لأ حتى حتى في مابتعملش برامتر تاني تمام طيب في نقطتين بقى ترشام لحظات تلخلنا تضوء عليهم بس كده بالنسبة لل ال 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 في الفتاة الت FAQ فتى يسكت على الأطي lut wellness بالنسبة الاريز وركني الفونكشون طبعا دان من الحاجات الأساسية حيث دEE وبنسبة ل play الاري yemek ويتجيل حيقل فوسفيت كليلانس هيتحسن وعلى كذا دي موضوع كبير أهمها الفوليوم بعض الناس كانوا بيجربوا يستخدموا على أساس أنه ما يحتاجش أنه ينزل أثناء الجلسة بـ 3 لتر أو 4 لتر مرة واحد استخدام برضو كان فيه بتقول أنه بتحسن أو بتحافظ أكتر على بعض الستادس بس يجوز قديمة شوية كان بتقول أن البي دي بيفضل عشان تبرزيرفه بس بعد كده قالوا الاتنين زي بعض أنا رأيي الشخصي حتى خلي بالك الفولكسيج أو دبك لفروزن والكلام ده فيه اكستينددستادس دلوقتي على التعالي من دمنا تبرزيرف واختلاق ممكن تختلف الكلام خلال مع البابليكيشن الجاية دي رأيي على الشخصي تحافظ على هرزيدو كدني فونكشن جود دياليسيز وزميليمال أبروش لي الهوفيليميك ستيت هو ده أخطر حاجة ها الالترافلترشن هل فيه تختلف أو هل فيه فرق بين الهدف والهدف البرزيرفاشن للكدني فونكشن لا هو لو بتديد يو برزيرف مور طبعا لانك انت مش هتحتاج انك انت تعمل آآ الالترافلترشن عليف لكن هو المفروض ما يزيدش ابدا عن ما بين الجلسة للجلسة مثلا مثلا لكن من الحاجات المهمة لتحافظ بها على ما ننساش برضا دكتور الشام ودكتور أحمد بتاع بتاع الجزء اللينا احنا كنفروتوكسك ميديكيشن نخلي بالنا ما نقولش ايه ما العين بيغسل بقى ما تدي له اي حاجة نفروتوكسك مش تجري له حاجة ما بيغسل لا نخلي بالنا النفروتوكسنز دي ممكن تتعجل بالقضاء على الريزيدور كدني فونكشن طبعا طبعا صدر احمد بالنسبة لهمو داع فلتريشن هو مور يعني انا ما اريدش حاجة نو بيحسن يعني ستادي واضحة وصريحة لكن هو مور دلوجيك ان هو يبقى احسن على اساس الانترا دايلاتيك كومبليكيشن اه وهي بوتينشن اللي هو بيساعد على حدوث الوريكان من درنار كدني عورينا الستاني مش يعني بتاعتها عقل ف لكن انا ما عنديش بيبر واضحة وصريحة في ملقارنا ما بين ده وده في حدوث ال الريزيدور كدني فونكشن انا شغال عليها دلوقتي يا دكتور هشام في بعملها كرسالة الدكتوراه الجزء دي تمام ممتاز ايه بحنا نستنى النتائج لكن انا ما اخدش نظري ستادي واضحة وصريحة بتتكلم على كده يا جزء تمام تعلم تعلم ناك نتائج نشوف بالضبط كده عشان نبدأ ناخد الاسئلة اللي في الشات ان شاء الله النيوتريشن الستيتاس والحاداتك تحب نعمل اللي هو بروتين كتابوليك مثلا سيرم آلبه من الزنف سيرم آلبه من الزنف دمي دمي طيب انا عايز تعمل بعميد عايز تعمل مصر يعني هو يعني ما هوش يعني ما ظنش انه ده الروتيني يعني يعني في الوحدات لكن على الآن هاتيس وصير حيديك برضو كمان كمان طيب تسمح لي حزاك في بعض الاسئلة في الشات نبدأ ناخدها كده فضل ثانية واحدة حزاك فيه ايزوليت الالترا فلتريشن اه اي دونت انكاريج ايزوليت الالترا فلتريشن ادول ايزوليت الالترا فلتريشن الافكت بتاعه عليه ما بيبقاش بالقدر الكافي ان هو يمنع الانترا وان كان بعض قال لك اه ممكن نستخدم يعني بيحسن على اساسة ان هو ايزو ايزو اوزمولار يعني لكن لو هتشتغل على ايزوليت 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 من الوقت بتاع الدارس هيقلل الدارس يبدأ خلي اكسترا زي بيقول كده اكسترا تايم عايز تبتدي ايزوليت لكن اتليست الفول دارس تايم ما قلش عن اربعة ساعد في سؤال تاني what about the oxygen supplementation in case of alkalosis what is the cause of the change of taste sensation of dialysis taste taste oh يعني لا this disgesia disgesia ما هو ده نتيجة neuromic toxin طبعا والpapeli والtung والneuropathic manifestation يعني لكن هو مالوش علاقة بالدنجال نفسها يعني عندنا another question risk of asymptomatic hypotension during dialysis asymptomatic مش asymptomatic asymptomatic during dialysis ايه بص اول ده سؤال كويس جدا عشان كده لما جينا انت عندك كذا من ضمنها طبعا و وهو الاخر انا رأي الشخصي والناس كتير اجمعت عليه ان ده ده ممكن يكون توقف البام بتوقف ماشين توقف سع بتعلق صلايم كل الكلام ده بعض العينين كان ان ان ينزل عن 20 مليمتر بالذات لو هو بادي ضغطه عالي لكن لو دخلت في اللي هو بتاعت المية وعشرة ده على طول حتى لو العين مشتكاش بعد ازا حكاية توقف البام يعني كان في كان يام ما كنا بنستخدم كان يقول تقليل البام في الوقت ده يقلل الفرص او نوع من علاج لكن مع موضوع البيكارب او مش حتى من عشرات سنين تقليل البام او توقيف البام ما هوش هيفيد بالعكس دوارد يضر في لان كل شوية هطرح الحاجات دي من زمن الجلسة لكن هو برضو العرف انا بقول كده وللأسف احنا كلنا بنهدي البام يعني هي بقى طبعا طبعا يعني هاي لازم ده ما تحسبش من نوع الجلسة تمام مش لاربع ساعات شرع واحدة يعني هي ندخل حمام عين جالوا كرامبات وقفت الجلسة اه لأ يعني اربع ساعات كاملين يعني عشان كده في اللي بيقول لك وحب نشتغل تعريبا من سبعين لثمانين ليتر سيشن واللي مدرس ماشين دولة كان كالكليت ايو ايو في بعض المكانات بتوضبح سور هشام دكتور خالد ابوزيت بيسأل يعني مش هيبقى نيجاتف عليه لأن طبعا اللي هي القصة بتاعت البريجنسي اساسا مع النيوروباثي مع النيوروباثي فالأبتوم دياليسي شو تنكارج او شو تنبروموت او شو تنبروف الفرتاليتي بعد الفرتاليتي كل ما زاد الدياليسي دوز كل ما تحسن الديليفري ما انا عرضت سلايد واحدة كانت على طبعا ده محتاج مخاطرة كاملة يعني لكن هيزيد طبعا اغلبية الناس مش هتوصل للفلتير وحيخشوا في اخر لكن it depends على الديوريشن بتاع الدياليسيس هيتحسن الاجي بتاع عشان كده كناديا نوصل ستة وتلاتين ساعة اي تينك ستة وتلاتين كتير ست ساعات ست يام في الأسبوع دياليسيس تو ماتش يعني لا انا ما عنديش حاجة ضد ضد النورمال يعني ما فيش حاجة بتقول ان هو ان هو يكون يعني لازم العينين تعمل إلا إذا كان في اديشنال فاكتور وستترك تانية مش تمام في آناظر كوشن سوديوم سوديوم لا احنا منشتغل على يعني سوديوم وحاجة لك دي وهتخش وحيخش هايبو نتريميا فعشان كده بنسميها الايزو نتريميك دياليس لك ما يفعش تقلل السوديوم عن سوديوم طبعا الميدودرين one of the therapeutic لكن انت احطه خلي بالك لا احطه انا عندي ثلاثة approach بعد ما اخلص الثلاثة approach step one step two step three احط الميدودرين don't jump to give الميدودرين for any patients with intradialytic hypotension except لما تعدي الثلاثة الاولين طبعا دي محاضرة كبيرة لم اتطرق لها النهاردة just highlight عليها لان المحاضرة globally كده مغطية items بتاعت التعالز لكن انا قلت في الاول برضو ان كل slide ممكن تحتاج محاضرة كاملة هو فعلا اخر ويبن استخدمه لانه معظم الدراسات اثبتت انه بيزود cardiovascular morbidity و mortality لكن اخليه اخر السلاح في ايدي بعد ما استنفس كل الاسلح لانه فعلا بيزود another question how to treat iron overload in blood transfusion dependence dialysis patient لا هو ليه blood transfusion dependent يعني هال بومار failure بومار fibrosis عنده ميلوما عنده يعني يعني لازم الاول احدد ليه عنده dependent blood transfusion لو حصل dependent blood transfusion اكيد عندي inflammation وهنا inflammation هيبع عندي functional iron deficiency لازم عيد تاني واللي جايب ناتايك كويسة قوي موضوع الهف الهف طبعا more superior عن erythropoietine replacement therapy على فكرة الاسم ده ممكن يتغير قريب ما تبقاش كلمة إيسة موجودة لان إيسة ما هيش كلمة صح فتتقسم الى erythropoietine replacement therapy الى ذائد او او ايف ايبوكسي اندوسابول فلازم الاول افسر ليه العيان عنده بومار failure ولا not responding ايسة عمت بالمناسبة يعني انا اشتغلت على الكلام داعب دي كده زمان على والفريتين بيبقى عالي مع واشتغلت على ومنشرت بحثين او تلاتة على وكان جايب نتائج كويسة بس ما ظلتش ان الجديدة يعني ذاكرايا ما نكلم دا maybe 20 years ago وفي بعض بعض الرفرنس كتبايا ولوما سعب بيسموه فممكن دا من مفروض اصرع تمام اخر اه 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 من 30 كيلو جرام ما عشان ال ما عشان دا اللي احنا قلناه يعني ال ال دا طبعا بص يعني ما تفرحش قوي ان كان فيه حتى بارادوكس كان فيه كذا بحث اتنجر ان كان ليه علاقة بالمورتاليتي وحتى حتى انا ما شفت لان اعنا فيه يعني ما يكون العالم فيه ما انتش عارف الواقع من الخيال من الصح من الغلط هتلاقي نتايج وكان فيه بابليكيشن قالت كده عشان كده كيتي اوفر في is nothing الظبط هذا اللو فوليوم دا كمان بتاع البشن دا ممكن يبقى ريليتد اكتر للمال نتريشن اللو طبعا طبعا انت بتاسم على يعني انت بتاسم على يعني لان دا بيعتبر ودي احد عيوب تمام اكيد في دي 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 بعض العينين اللي ابتدوا ب وكان نتيجة اكي اي 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 انتوب في دي ممكن تقل اللي بي اه ده دكريمنتل اه اثناء كوفيد اتجرب دكريمنتل دايالس عشان ال في وابتدوا العينين يعملوا دايوريتكس مبتسم اه كتاينز بيستخدموها عشان يخلي يقلل الفريقونسي اوف داعلس لكن هل وارد او وارد جدا وبنشوف عياني بتلي بي ثرايس ويكلي وتلاقي اليورين اوتبوت بتاعه بتحسن والرينا بروفايل بتاعه تحسن وانا يا ما وقفت عيانين كمان ان داعلسيس وقفتن ان داعلس خالص مش ادي الكريمين تلبيها تقللتهم مرتين لمرة ستوب داعلسي. تمام تمام. عشان كده حدك لازم البشنت العدالس برضو تبقى قبل. طبعا. اه تمام. في سؤال حداتك مشاكل الهاي ديالايزيت كالسيوم حصوصا لو كل الوحدة بتغسل دي بان فترة ومفيش خطة قريبة لتغييره. الهاي ديالايزيت كالسيوم. الان بوين سيفن فايف? نعم. الان بوين سيفن فايف? اي دون او مم مش ذاكر حداتك وان بوين سيفن فايف ولا بس اكيد. لا طبعا الان بوين 7.5 ده هيعمل high calcium load وهيعمل لي vascular calcification وهيعلل PTH اه دولة عمر الصحاخ لي لكن طبعا هيعمل لي high calcium load 1.5 I think should be the default زي ما الدكتور هشام قال في بعض العينين لعمدهم hypocalcemia أو hypercalcemia أو أقصر نقول positive أو negative calcium balance دي special situation يعني should be considered لكن طبعا لا يعمم low ولا high dialysis دي دعلمة كبيرة طبعا الـ and dialysis ساعة ما بيستفدش من dialysis وبيحتاج بقى كتيرة بقى عشان تعمل يعني الـ correlation دي ما بقيتش موجودة كتير يعني بردو كتور عمري صلاح لنا لكن بيبقى ليه علاقة أكتر بـ اليوروميك برورايتس يعني اليوروميك برورايتس الحاجات اللي هي الجابة بنتن الجابة بنتن بنكتبه بس يعني نارو باند آخر حاجة بقى ممكن نستخدمها النارو باند ultraviolet ممكن يبقى لها رول وانا شفت عيانين كتير تحسنوا على النارو باند آخر بصراحة دي حقيق الليل بيو مش لإيه ها النارو باند دي يعني استخدمناها برضو في بعض العيانين لكن البرورايتس ما بيتش أشوفها زي زمان ما عرفش انتو برضو معايا في النقطة دي واللعبة بس احنا كده بنشوف آآ آآ برو رايتس كتير قوي عن كده زمان يعني يجوز الادقوزي وبدالي سيتحسن يعني ممكن مع هاي فلاكس والحاجات دي يكون اتحسن اخر كوشن او الكلوزيز او الكلوزيز او الكلوزيز او الكلوزيز متابوليك الكلوزيز آآ الكلوزيز يعني هل ال ال لا 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 خلي بالك عندك مشكلة مشكلة تانية محاجش واخد بالو من ال وده اللي هما بيسموه كانوا زمان المضاعف يعني عشرة من ال ديالازيت بلين كده يعني يعني بيكاربو موليكول هنا كمان بي انجيكشن آآ هو اي 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 المقصود مش ال اي 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 لا انت عندك نوعين من الالكالوزز رس وميتابوليك الكالوزز الاثنين ما لهمش علاقة بالدياليس اي 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 هد ها اي 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 اتنشر ساعة مش زي الهيبرين شورت اكتنج ساعتين. اه الحاجة التانية ده له فحيبقى مش في الارتيريا زي اللي هو بتاعه حوالي اه تلاتين الف. مفيش اي على حد علمي تطرقت الى انا دورت على من اربع خمس سنين ومن ما لقيتش حاجة وقتها صريحة ادي دوز ادي ايه? لكن في دوز. انت في الاخر محتاج ان يبقى عندك زود او تقالل على حسب الحياة. اي حاجة يعني سواء لو موليكران او هاي موليكران. هو اصلا من الخاف من الهيبرين اكتر في اللي عندهم ريتينوبا سي. ريتينوبا سي. ريتينوبا سي. اه ريتينال ديتاشمنت. ويبقى فيه لكم دايما من الافثوميولوجيست ان احنا نافويد الهيبرين دوري. ده حتى الاسبرين ما بيردوش يدو يعني. اه اه اذا ما فيش مشكلة في الهيبرين يعني اي تنك يعني. اه اه في انا ازر الكوشن بتاع هاو تو ريموف ايرن اوبرلود. لو نفس الكوشن عايز يوضح لنا نقطة. يعني لو سيكل سلقة وسلاسيمية مسلا وبلود بندنت. والفولو بقى على الفئة. لا على اساس ان انت عندك حالة من نتيجة بس هو يعني بعض الحالات بتحتاج معروبيوبسي. بعض الحالات بتحتاج فوليك اسد وبيتولف اه انك انت بتعملها. بعض الحالات بتدور على ميلومة. يعني كلمة اه ايسا ريزيستانت لو انت بتحتاج اكتر من متين يونت بير كيجي بير ويك. يبقى انت دخلت في مرحلة اليسا ريزيستانت أو ان ريزيستانس هنا ساعدتها لازم تو بروسيد له بروتوكول محدد وكاتبينه في الغايد لايس ازاي تو زي البيشنط الـ ساليسيميا و وكلام له كله مع بروتوكول كليتوس الآخر المكان الـ المكان الـ امبروينج الـ امبروينج الـ امبروينج الـ انا ما عارضش اي ستادي يعني بتقول ان احنا نستخدمه مع الـ كل الـ بتقول ان احنا بتاعنا بيبقى وبتحدد الدوس وبتقسمها عشان بتاعت يا دكتورة اميرة كانت سأل سؤال بتقول ان الـ وزي ما الدكتور الشام والدكتور عمر تفضلوا مشكورين قالوا ان احنا نستخدم الـ مع كل العين المشكلة كثيرة مستخدمتوش بار سنين يعني إحنا ما هاتش موجود في المساة إحنا حاولنا نستخدمه عشان العينين اللي عندهم علام انتوكسكيشن بس للاسف من لأنهوش موجود تمام إمبروف دعارس كنترول الصوديوم أيزو طبعا نترميك كنترول الصوديوم وإمبروف الدعارس إن جنرال وأحيانا بيتو الأكسازيبان أو حاجز كده بنزو دايزبان فضك ترعب الأكسازيبان طبعا الدايزبان جروب طبعا هتحسن يعني والميجور ترينكولايزرس هتحسن ريستلس لس لكسندروم لكن أنا بعارك سمتم لكن ما بعاركتش السبب للرستلس لكسندروم مع تحسين الأنمية، زي ما تطور عمر قال وكانت تطور عامر قال بيقول حاجة؟ كان فيه الكريدين سالفيت أو الحاجات بعض بيدو أحيانا كانوا بيدوها في الكرامبة حتى بس خلي بالك بتاعتها عالية يعني الحاجات دي بالضبط، مش بريفير داو طبعا انا زر كوشن يعني لو واحد بياخد أورال أنتكو أجلا كان جب هيبرين ديورين دياليسيس؟ أقوردين طبعا يعني لو ما تدي شابرين، يبقى كده ما عندك شابرين في أخر الكالس أيضا أيضا يعني لو واحد ماشي على وارفرين، وعنده ويك أرتيريو في الاسفستول أو لسيركوليشن، أو ويك بلاك فلو ريد ويك دياليزر و كل الكلام دا حيقدي إلى كل الكلام دا حيقدي إلى حتى لو عاد واخد عشرة ميلي جرام وارفرين يعني يعني سيكون بي أوبتيمم فور بريفنشن انا هكد بس من السؤال ده جوزئية كده توريشية ما فيها الوارفرين والريسك كالسيمي كيروميك أرتيروبس آآ طبعا والنيو أورال أنتكو أجلن إليستيت أوف اللي ممكن نستخدمها على الضياليسس بيشن؟ دوائك يعني مع الاندستجينيال بريميتد تو بي يوزد؟ هو الفرية أبروف الابيكسيبان تمام اه برضو الصلاح للمعلومة اه مع الابيكسيبان بروفايدد إنه هو مش لازم ياخد وارفرين يعني فيه حاجات لازم ياخد وارفرين ما فيهاش كونت ما فيهاش تقول يعني لو العيان عنده لو كلامتها مش حايفة هتعرف منين العيان والأنتيكو أجليتك مش هتعرف ما فيهاش كونتها ما فيهاش كونتها ما فيهاش كونتها نعم حتى لو عنده انفلاميشن لأنه بيزود وبيعمل مشاكل وبيقالل فلو انت عندك كونتها هنا نرجع تاني للنقطة الأولانية يو كن يوز هيف تو امبروف وده هيشتغل عن طريق إنه هو طبعا بيحسن وبيحسن وكمان طبعا بيقلد الانفلاماتوري ريكشنز الموجودة تمام ده دكتور خالد بيقول لنا المعلوم انه بيجي بيجي مع الدسفرال طبعا وبعدين عندنا تحديد طبعا يعني لو دخلت هاي كالسي ما هيزود الانفلاميك بونزيز بيو مورت سابريشن الفراثي الهرموني المونيوم انتوكسيكيشن برضو من الحاجات اللي ممكن تعملك مشاكل هال الدعاليسي اللي رول اه دعاليسي اللي رول طبعا لكن ما هوش single player في الموضوع يعني هل ممكن في الـ مثلا لو استخدمت مثلا ممكن يحصل لنا الـ Provided Provided بروفايدد الآخر Provided كده دكتور عمر لحضراتك تعليق يعني آه طبعا يعني الـ بيحصل في الـ بيبقى اتروجينيك بنتيجة over-suppression لل-BTH ومن نتيجة ال-positive calcium balance فإحنا مستخبط طبعا إن إحنا مش بس نقلل لداليزات كالسيوم ويبرضو لقطة العين بياخد calcium-containing phosphate-lowering therapies نغيارها لل-non-calcium phosphate-lowering therapies نزود ال-BTH يعني in general لل-higher side حتى ممكن يبقى نوصله 300-400 أبدا 500 يبقى أفضل لأن في طبعا BTH مشكلته في طبعا intact BTH وفي يعني carboxy terminal فعنين الدعالسيز غالبا بيبقى اللي عنده بإدynamic bone disease ده بيبقى carboxy terminal أو C terminal أكتر من bioactive BTH فحتى لو كان 500 ممكن لأي منه 80-90 في المائة من الـ 500 دول ineffectively نوهم C terminal فإنوه يعني يعني it's another big discussion لكن by the end of the day we need to raise BTH little bit we need to lower the calcium intake من الديت من من calcium container phosphate binders من dialysis and so on هذا كنت عمر الضياريز كالسيوم بيبقى ممكن recommendation نحنا 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 1.25 زي ما دكتور شام آيل طبعا في الحالات دي بإمدكيت بروفاين التاني اليمو ديناميك ستابع بقى الكيوتي البر العين وقصة اللطيفة اللي هنحنا نقول في هذه بس يعني in general العينين they can tolerate 1.25 بس يعني نشوف لا عمي يبقاش عن cardiac history of arrasbia especially with prolonged p.o.t دكتور عماج بقول لنا بنستخدم 2.5 ميلي جرام twice daily it's accepted o.k can we do blood tests at same day of session يعني لو لقيت حاجة قولها لنا انا ما عارف عارف السؤال يعني antifactor x وبتاع يعني يعني لا لا ده سؤال ثاني خالص سؤال ثاني خالص can we do blood tests at same day of session احنا بنعملها في نفس day of session or just use alpha calcidol those vitamin d3 has hormonal effect يعني العينين اللي عندهم native vitamin d deficiency بياخدوا بياخدوا native vitamin d deficiency الاول بياخدوا native vitamin d يعني مع alpha calcidol يعني mixing ده ما عرفش لا انا ما عرفش موضوع mixing يجوز الدكتور عمر عارف mixing لكن انا لو عندي يعني vitamin d ac native vitamin d i would supplement with vitamin d good good correction of vitamin d efficiency be either native vitamin d or vitamin d or vitamin d 3 or ergo calciferol or d 2 or poly calciferol or animal origin like litenin should work to correct vitamin d deficient alpha calciferol الميزة الأساسية منه هو potent suppressor لل bth secretion فطبعا بن combine في العين اللي عنده vitamin d deficiency طبعا vitamin d مش بس دوره في الكالسيوم ودوره في bth لا طبعا bilyutron function كتير الزب وبعدين الحاجة التانية انه برضو حتى activation مش بس بيحصل في renal tissue وفي extra activation بالضبط فمش معنى ان العين عندك failure انه انه بصد complete activation لا بيستغل عنده percentage of activation وحتى لو هو native vitamin d لا extra benefits beyond calcium وال v h control التور عمرس بتاعتمد على deficiencies but in general if moderate or mild deficiency 50 000 واحدة أصبعيا من ergocalciferol اللي هو vitamin d 2 او من 1000 2000 واحدة يوميا من colic calciferol اللي هو vitamin d 3 animal r تمام تمام شكرا دكتورة دكتورة منال الانديب بتقول لنا ان الابكسيبان ممكن استخدمه up to 5 ميلي جرام twice daily in case of af last question your opinion about using far far cal calcium plus vitamin d combination i don't like combination in general except i don't like combination except is i can't combine مثل cyanide i can use مثل for example دابا gliflozin مع metformin لكن ليه ادي calcium مع يعني يعني calcium مع vitamin d يعني هنا يعني i should individualize يعني personalize ده دوس اي وده دوس اي 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 last question ترى ولا before or after session technique to take blood culture from and and prefer blood يعني عند دكتور اولا بتشأل سؤالين ناخدها بفور اول اول دا السؤال مهم جدا عليه debate انا انا يعني انا معطارد على كل ان هي بتقول ان احنا ناخد لكن انا احنا في اللي انا عاملها في مصر ان احنا قلنا خلي بقى حفر معا في حاجتين مؤمنين هنا هو مجرم نتيجة عشان كيف بتتخد لكن كل سواء اقتنعت انا او ما اقتنعت اش هو تمام لا دي عدينا مخاضرة كبيرة او فيها دي مع دكتور صفو كانت محاضرة رائعة ومتسجلة محتاج اجابة فيها مخاضرة كاملة تمام تمام احنا كده خلصنا ابناك يا دكتور ريشام النهاردة وانت ساعتك لسه راجع من الصفر انا راجع برح بالليل صوتي رايع شوية بس حاولت بقدر الامكان ان احنا الكرازمة الكرازمة ما بتروحش يا باشا الله يخليك الله يخليك هو كان موضوع بس جلوبالي عشان نفتع بعد كده مواضيع ده يعني 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 النهاردة حاجة هولوستيك كده ايه ابروش يعني تمام لو في اي تعليق من دكتور سعيد يعني الباشا كبير لا يا باشا عفو حضراتك اخونا الفاضل ما تقولش الكلام ده الله طبعا انا متشكر لحضراتك تقول الشام على المحاضرة الرائعة وبقول الدكتور عامر هو الدكتور هشام برضو خلي بالك شحن شحنة دينية داته دفعة ما شاء الله تقدر يقول كمان يعني فدي تعود شوية الاجزوشن يعني وهو ما شاء الله عليه سامي حضرك قلت الكارزما ما بتروحش يعني ربنا يحفظه دايما الله يخليك ربنا يخليك استمتع بيك النهار ده الصحبة الجبيلة وجود الدكتور احمد زهران دايما point plus always يعني وانا دايما زي ما اقول الدكتور الشام منورك قدامك يا احمد انت والدكتور هاني والمجموعة كلها اللي في الوحدة ايام ونمر ثلاث طبعا اخونا الفاضل الدكتور عمر مش شهور اضافة ده هو الاساس واحنا اللي بنوضاف عليه يعني حاجة تشرف وحاجة نفتخر بيها دايما يعني اكيد طبعا اكيد طبعا بنشكر الاساس الافاضل اللي كانوا موجودين اعتقد الاستاذ الدكتور داليا رشدي والاستاذ الدكتور منال الديب والاستاذ الدكتور طريق طاوي وطبعا كل الزمل الافاضل من الحضور الكريم اخواتنا واخواتنا جميعا وان شاء الله الى لقاء قريب وطبعا الدكتور شامل واي تعليق احنا تحت امر لا ان شاء الله انا ساعدت بيكم دي مجرد فتحة كلام على الهيمودعالسز ان شاء الله ده بالتوازي مع بالتوازي مع بالتوازي مع وال والويك المعتاد ان شاء الله مستمرين في رمضان باذن الله بعد صلاة القيام تربيح اللي قولينا عمر النصيب ربنا بلغنا جميع رمضان اه احب وانتو طيبين احب بس اقول ان شاء الله باذن الله هتكون عن الديابيتس وان شاء الله نجيب مع معنا ان شاء الله عشان تدسكس مش مش نيو ثيرابيس الدراجس افيلابل تو كنترول دايابيتس نورمال اه كدني فانكشن ان شاء الله باذن الله تعالى ما انا زي مع حضرك قلت لحضرك ان هم ده طلب الزمر ان شاء الله فحضرك طبعا مشكورا استجابت وان شاء الله يكون حاجة مسمرة ان شاء الله باذن الله تعالى ان شاء الله البي دي بورد ان شاء الله بيتكون عشان يبتدي نعمل في البي دي ان شاء الله برضو عن قريب ان شاء الله تعالى دكتور عمر كنت حضرك نوهت على ان فيه في روي بنار قريبا على الجي اين اه لو حد عندنا ان شاء الله الجمعة القادمة اه اظن ساعة ستة بتوقيت مصر نعم ستة لا اعتقد ايب اربعة يا دكتور عمر اربعة لا اربعة جي امتي اه اه صحيح بس ستة مصر صح ان شاء الله نحضر ان شاء الله كلنا بيزدل الهتعال يا باشا اشرف لي ان شرف لي اشرف لي فيه ثلاثة كيس برزنتيشن وديسكشن وهي شرفنا فيه طبعا مع سعدتك وهي شرفنا الدكتور مخسن القوسي هو اللي هيليد الديسكشن ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نستفيد منه كل يوم ان شاء الله عندنا ان شاء الله يوم التلاتة الجاي ووركشوب في مستشفى التأمين السحي تقريبا رقم سكستين ستاشر او تريدش بروجرام من نمبر ستاشر ويوم اللاربة ان شاء الله لو لدينا عمره نصيب مستشفى الكهربا يوم سبعتاشر تو ووركشوب ان شاء الله مع كده هايب عندنا ووركشوب في أحد مستشفيات قوات المسلحة إن شاء الله كبرو الأوبة إن شاء الله عشان نوصل رقم عشرين خلال شهر فبراير بإذن الله من أوتريتش بروغرام أو فيلتا جاب بروغرام إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله جازكم الله خير وكل سنة وحضركوا طيبين وشكرا جزيلا شكرا جزيلا إن شاء الله وعلى خير جدا مع السلام